بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة حديث حقيقة استوقفني أنا أحب دائما أن أتأمل أحاديث الإعجاز الغيب لأنها تصور لنا الواقع الذي نعيشه اليوم وهي أكبر دليل أنا من جهة نظري على أن هذا النبي الكريم لا ينطق عن الهوى لأنه من المستحيل لإنسان عاش قبل 1400 سنة أو أكثر أن يصور لنا واقعنا اليوم نحن نعلم أيها الأحبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الذين يجيدون الكتابة والقراءة قليلا جدا قليلا جدا يعني معظم البشر كانوا أميين كانت النسبة القليلة منهم من يجيد الكتابة والقراءة وكان عملية تصنيع الأقلام عملية صعبة تحتاج إلى حبر وتحتاج إلى كذا وكان الذي يستخدم قلما من الخشب ربما يبقى معه طوال عمري حتى ينكسر أو كذا يأتي بغيره فكان عدد الأقلام قليلا جدا اليوم اليوم اذهب إلى أي مكتبة تجد لديه آلاف الأقلام يعرضها للبيع انظروا إلى مصانع الأقلام في الصين تنتج ملايين الأقلام كل يوم أصبح يعني انتشار القلم بشكل كبير بالإضافة لذلك انتشرت الطباعة أيها الأحبة يعني لم يعد هناك يعني أصبح هناك أشكال جديدة للقلم بدلا من أن تضع القلم في يدك وتخط بيمينك أصبح هناك أشكال جديدة من خلال الطباعة بالمطابع الحديثة والطباعة الليزرية وغير ذلك فأصبح ما يميز عصرنا الآن هو القلم والوسيلة الوحيدة للتعلم هو القلم يعني لا تستطيع أن تعلم طفلا إلا باستخدام القلم لا تستطيع أن تخترع طائرة إلا باستخدام القلم لا تستطيع أن تضع يعني برامج إلا باستخدام القلم أو بالأقلام الحديثة الوسائل الحديثة وهي الطباعة بالليزر والكمبيوتر وغير ذلك طيب هذه الظاهرة اليوم هذه الظاهرة اليوم نحن نراها كظاهرة طبيعية ولكن قبل 1400 سنة ارجعوا بذاكرتكم تخيلوا مكة والمدينة في ذلك الوقت عصر الإبل عصر الصحراء لا يوجد كهرباء لا يوجد خدمات لا يوجد وسائل نقل لا يوجد وسائل اتصال لا يوجد شيء المجتمع يقوم على الزراعة ولا يحتاج كثيرا لكتابة الكتب أو لكتابة المخطوطات فتجد أن عدد الذين يستخدمون الأقلام قليلا والذين يصنعون الأقلام قليلا جدا لأنه ليس له استخدام طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأن ظاهرة القلم بأشكاله المختلفة كما قلنا سواء كقلم رصاص أو قلم حبر أو قلم ليزر أو قلم كطابعة كومبيوتر أو كطابعة عادية تنبأ بأن هذا الأمر سينتشر والكلمة التي يعبر بها هي الظهور يعني عندما تقول ظهر هذا الأمر يعني انتشر بشكل كبير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انظروا مع أيها الأحبة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد إن بين يدي الساعة أمورا ذكر منها ظهور القلم سبحان الله ظهور القلم انظروا إلى هذا التعبير النبوي عندما تقول ظهر الضوء ظهر الفجر أي انتشر وعم فظهور القلم هذا أمر لم يكن معروفا زمن النبي لم يكن أحد باستطاعته أن يتنبأ بأن القلم سينتشر صناعة الأقلام ستنتشر بهذا الشكل الكبير لم يكن أحد يتنبأ بأن هناك عصر سيكون عصر العلم وعصر الفضاء وستنتشر فيه صناعة الأقلام وسيظهر أنواع من الأقلام ظهور القلم إن بين يدي الساعة أمورا ذكر منها صلى الله عليه وسلم ظهور القلم وهذا الحديث أيها الأحبة أيضا هو يعني إشارة لأهمية العلم ولأهمية التعلم وتحذير لنا لنعود إلى الله لأن دائما هذه العلامات ربطها النبي بالساعة ربطها بالقيامة لماذا؟ كأنه يحذرك يقول لك أحذر انتبه الساعة أصبحت قريبة القيامة قريبة الموت أصبح قريبا ولا يأتي إلا فجأة أيها الأحبة لا يأتي إلا بغتة الساعة لا تأتيهم إلا بغتة فهذه الساعة عندما تأتي بغتة وهناك من يحذرك ويريد لك الخير هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بنا لذلك الله سبحانه وتعالى وصفه وقال في حق هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لماذا بالمؤمنين هنا أيها الأحبة؟ لأن المؤمن هو من سيتبع تعاليم النبي الملحد سيرمي بهذه الأحادث عرض الحائط لن يعمل بها ولن يكترث بها بينما المؤمن سيستفيد من رحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي صدق الله عندما قال في حقي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا وأن يكرمنا يوم الموت والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته